بكرة إن شاء الله هتنطلق الدور الستاشر من بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو الفين واربعة وعشرين اللي هتشهد مواجهات قوية جدا ومنافسة شرسة بعد ما شهد دور المجموعات أرقام متبينة وكتيرة سواء من حيث الحضور الجماهيري عدد الأهداف أرقام كمان خاصة بالتهديف وباللعبين المشاركين قراءة كده لهذه البطولة وأهم الأرقام التي تحققت لغاية دلوقتي هتكون معنا في فقرة رياضية خاصة أكيد فيه تفاصيل كتير محتاجين نتعرف عليها وفيه أرقام كتير محتاجين نتعرف عليها وعايزين نعرف رونالدو ليه خرج زعلان وليه كان بيشوت أزايز المايا وهو زعلان ومين الولد اللي كان بيروح رونالدو يفتتح أكاديمية علشان يلعب فيها وفجأة هو كان السبب فيه إن رونالدو يخرج من المباراة خسران تفاصيل كتير هنتكلمها النهاردة مع الأستاذ عبد العزيز أبو حمر الناقد الرياضي اللي منوارنا النهاردة في استوديو صباح الخير يا مصر يا أهلا وسهلا وصباح الفل على حضرتك صباح الخير يا أصباح الخير يا أخو محمد صباح الخير على كل مصر وأهل مصر داخل مصر وخارج مصر نبتدي بالأرقام ونبتدي بفانوراما كده عن اللي حصل الأسبوع اللي فات والمباراة اللي حصل فيها مفاجآت كتير طبعا مفاجآت الحقيقة أمم أوروبا طبعا زي ما احنا عارفين زي ما حالك قلته في التقرير أن بكرة تكون دورة 16 لبطولة أمم أوروبا ألمانيا 2024 عارفين دي نسخة 17 إجمالة دي نسخة تالت نسخة بنظام الـ 24 منتقب الحقيقة كان فيه مفاجآت كبيرة زي ما حالك قلته أختي منا أنه أبرزها طبعا أنه كرواتيا اللي هي وصيف كأس العالم الموسيق يعني اللي قبل اللي فاتت وكرواتيا بقيادة لوكا مودريتش خروج مبكر جدا من دور المجموعة دي دي الحالة تعتبر أكبر المفاجآت في أمم أوروبا وده إزانا بانتهاء جيل لوكا مودريتش الحقيقة الحالة المفاجآت الأكبر منتظرة أنها تكون مع انطلاق مباراة دور الـ 16 بكرة إن شاء الله تمام مباراة هيتلعبوا على مدار 3 أيام أمم أوروبا بصفة عامة إلى حد ما نقدر نقول أن المستوى الفني اللي هو عادة بيتدرج فيما بعد دور المجموعات المستوى الفني كان معقول جدا يعني زاد زخم وزي بحضوك قلتي تماما أو قلته وفي أنه المعدل حضور الجماهيري كان مرتفع جدا رغم أنه إحنا بنكشف هنا من خلال الستوديو أنه البطولة هذه هي فقيرة تهدفيا وإحنا بنتكلم هنا عن الأرقام بنتكلم عن الأرقام 81 هدف في 36 مباراة في دور المجموعات لو شفنا دور المجموعات بنظام الـ 24 منتخب النسخة اللي فاتت على سبيل المسال اللي هي 2020 كان تسجل 94 هدف اللي بيقاية كلامنا برضو أنه نقول حتى اللحظة فيه أربع تعادلات سلبية 14 تعادل 14 تعادل في 36 مباراة هذا رقم عادل للرقم القياسي في 51 مباراة ما يعني أن البطولة مرشحة أن يكون فيها مزيد من التعادلات وبالتالي مزيد من وين روني عمل وفيه تعادلات كتير احنا بتكلم زي ما حراك قلت نعم أرقام 14 تعادل في 36 مباراة في 36 مباراة وبعدين شفنا كمان مفاجآت أخيرة قبل أن نبتدي بقى دور الـ 16 بكرة إن شاء الله جورجيا والبرتغال تثبت البرتغال 2-0 ورونالدو اللي هو يعني النجم الكبير ما دخلش ولا هدف في دور المجموعات الأول بمناسبة أنه رونالدو ما دخلش ولا هدف في دور المجموعات طبعا رونالدو الحقيقة في المباراة اللي قبل اللي فاتت هو آثر على نفسه كان منفرد بالذوت ده اللي زميله اللي جابها الجون اللي هو كان بإمكانه أنه سجل الحقيقة وأنا كحصائي الحقيقة أنا متابع رونالدو عايزه سجل لأنه هو الحجب يأتي عنده 24 هدف في عام 2014 وإحنا عارفين أنه رونالدو أنهى عام 2023 متصدر لقيمة هدف العالم رغم أنه طبعا هو ناقل بلعب في السعودية وما إلى ذلك رونالدو الحقيقة هو واحد من تسع لعبين في تاريخ بطولة أمم أوروبا سجل في الثلاث مباراة بتوع دور المجموعات في نسخة 2016 لو نتذكر فالملاحظة اللي حضرتك قلت على دي مهمة جدا قياسا بالكلام اللي احنا بنقوله أنه رونالدو لم يسجل فدأ بقول لحضرتك بها لأول مرة في تاريخ رونالدو لا يسجل أي هدف في دور الأول وعلى فكرة أنا مكنش محضر الإحصائية دي بس كلام حضرتك هو اللي ألهمنا أنه نقولها لأنه فعلا الملاحظة هنا احنا عادة بنروح فين ملاحظتنا احنا ايه في البطولة دي النسخة الحالية دي هو لعب واحد اللي سجل في الثلاث مباراة بتوع دور المجموعات لعب اسمه جورجوس ده لعب جورجي هو الوحيد اللي سجل في الثلاث مباراة بتعدي لأنه انت كإحصائي بتجيب الإحصائيات وفقا للمعايير العالمية اللاعب ده الوحيد فهما كده وصلوا لتسع لعيبة الملاحظة بقى الأهم اللي انت قلتها أنا الحقيقة يعني بروف عليك بس فهي أنه رونالدو لم يسجل في الثلاث مباراة في الثلاث مباراة لعب المجموعات لك أنا كنت متواكب معك وقلت لك رونالدو دي البطولة تقريبا الخامسة لي هو لم يضيقه لأول مرة لا يسجل في أي مباراة من ضرور المجموعات جورجوس ميكاتاوزي اللي حدريكم تتكلم عليه هو فعلا اللي عمل ثلاث أهداف من الأربعة اللي سجلها منتخب بلاده على مدار البطولة كلها ويمكن هو اللي عمل الهدف اللي جاب بقى النصر ليه فريقه بعد المباراة مش عارفين بقى نقيم مين اللاعب الأهم آه طبعا بطل المباراة كان كفارا بعد لما جاب الجون بس مش عارفين مين الرجل الأهم اللي كان في المباراة يومها كفارا ولا ميكاتاوزي اللي اتنين عاملين أرقام واحد جايب أسرع هدف في تاريخ البطولة بكلمة على بتوع جورجيا أنا حاخد ميكاتاوز عارفة ميكاتاوزي ده اللي أنا تكلمت عنه دلوقتي ده اللاعب الوحيد اللي سجل في البطولة دي في تلات مباراة بتعذر المجموعات وهو الحياة أقدم مستوية هو اسمه الأولاني جورجوس اسم العيلة ميكاتاوزي بالاسم الثاني اللاعب ده من اللاعب اللي برزوا في البطولة عاما جورجيا كانت مفاجئة أنه الحياة أنه يتأهلوا لدور الستاشر أحد مفاجئة دور الستاشر وجود جوريا بالإضافة لكده أنه هم كمان عندهم لعبين مميزين بغض النظر عن أنه نحن نختار أي لعب من الاتنين لكن الحياة هم الاتنين اللاعبها متميزين لكن أنا حاخد ميكاتاوزي اللي هو جورجوس بالنسبة لي اسمه الأولاني لأنه هو اللاعب اللي سجل الوحيد في أمم أوروبا 2024 اللي سجل في ثلاث مباراة بتعضل المجموعات ونحن نتكلم من خلال الأستوديوان لما نقول أنه تسع لعبة في سبع نسخ في تاريخ أمم أوروبا اللي سجلوا في ثلاث مباراة دي إحصايات الحقيقة حقيقة حقيقة نوعية ما بقولش أنها حصرية لأن أمم أوروبا مفتوحة للكل لكن دي بتكون عند محدودة في العالم ونش عايزة أقول كلمة أنا أنا الحقيقة لكن أنا سعيد جداً ممكن أن أكون معاك وأكتر من أن أقول أنه بلغة الأرقام والإحصايات البطولة دي إحنا نشهد أصغر لاعب فيها اللي هو لمين يامال اللي لاعب إسبانيا 16 سنة 338 يوم وأكبر لاعب فيها اللي هو النجمة مودريتش بطل كرواتيا شايف اللاعب مودريتش إزاي ويمال في إسبانيا وأداءهم في دور المجموعات الأول طبعاً إحنا قلنا في بداية الكلام في الحلقة النهاردة أنه خروج كرواتيا ده نهاية عصر مودريتش الحقيقة مودريتش لعب كبير وريال مدريد جدد له موسم آخر لكن أنا شايف أنه حتى المدرب اللي هو المدرب منتخب كرواتيا الآن نجاله عرض في الخليج وهيروح فأنا شايف أنه انتهى عصر الجيل حالي بالكروات والملاحظة الأكبر أنه ما فيش حد برز من عندهم حتى يسلم رأة أما بالنسبة لأصغر لاعب في أسبانيا أسبانيا بصفة عامة هي من أصغر المنتخبات اللي موجودة الحياة في المتوسط العمار منتخب واعد جداً بلعب كرة هجومية بشكل كبير جداً والتالي خلينا نشوف إحنا برضو عندنا لعب في توركيا اللعب أرضا في توركيا اللي بلعب في ريال مدريد أيضاً من اللاعبين الصغار توركيا تأهلت لدرس 16 ربما مع استمرار الأحداث يظهر مزيد من النجوم في هذه البطولة اللي زي ما احنا قلنا على المستوى الجماهيري أصبحت الآن في اللحظة اللي هنأكلم فيها بعد 36 مباراة فقط ثاني أكثر بطولة تشهد حضور جماهيري الحياة بعد نسخة فرنسا 2016 اللي هي تشهدت 2 مليون و400 ألف متفارج وبعد الأرقام البطولة دي مرشحة أن تكسر هذا الرقم لأنه لأنه احنا وصلنا لرقم كبير بعد 36 مباراة لا يزال 15 مباراة في البطولة لأنه زي ما احنا عارفين أنه الأمم أوروبا بنظام الـ 14 منتخب دي تالت نسخة بيكون عدد المباراة هي 51 مباراة لعب 36 مباراة لحد الوقت يتبقى 15 مباراة 15 مباراة طبعاً بيكون في النوكاوت ستيجز بيكون بتستقطب جمهور أكبر وإحنا شوفنا أنه طبعاً ألمانيا اللي استضافت كاس العالم 2006 وتغيرت كثيراً بعد كاس العالم حتى من نحية الثقافة الألمان ما كانواش بيتحافظ لما رحنا لما رحنا في نهاية دورة أبطال أوروبا 2012 في ألمانيا في أليانز أرينا كان باير ميونيخ وتشيلسي النهائي في 2012 الحقيقة الألمان حتى هما كانوا من نفسهم بيقولوا قبل كاس العالم 2006 كان بعد 6 سنين من كاس العالم اللي كان نهاية دورة أبطال أوروبا ما كانوش بيبتسموا الحد يعني فهم كاس العالم ادتهم ثقافة زي إحنا كده في مصر الحمد لله لما لما نظمنا بطولة أمم أفريقيا 2019 لأول مرة لأول مرة في تاريخ أمم أفريقيا بنظام الأربعة وعشرين منتخب ومصر كان طبعا يعني كان رئيس اللجنة المنظمة كان دولة رئيس الوزراء الدكتور مصفظ بولي ويعني إشراف مباشر من فخمة الرئيس الحياة الحياة البطولة دي وضعت بنشمارك كبير في لأفريقيا كانت أول بطولة زي ما احنا قلنا بنظام الأربعة وعشرين بعد كده النسختين الحياة مش عايزين نتقلل من الأخوة الأفريقية لكن إحنا حطينا بنشمارك وإحنا سعداء لما يشوف في مصر حتى على مستوى البرنامج من خارج مصر والله شكلكو جميل جدا جدا أنا آسف أنه بتكلم بعشوائية حتى أنا ودي تكون أحليش عبا يعني طلعنا عن النص لكن برنامج صباح الخير مصر أنا لازم أقول أنه خارج مصر حاجة جميلة جدا حيني نرجع بقى لأرقامنا وحركت بتتكلم عن الفقر التهديفي اللي موجود في النسخة دي وين روني أسطورة المان يونيتد وي المنتخب إنجلترا قال أو حمل باب جوارديولا مسئولية أن كل الفرق ما بتجيبش جوان بيقول أن كل الناس بتحول تعمل أهداف بطريقة مثالية على طريقة باب جوارديولا وإن منتخب إنجلترا مثلا جاب جنين فقط لغير طول البتاع عشان كله عايز يعمل أهداف بشكل مثالي وتبقى أهداف أسطورية على طريقة جوارديولا هل التصريح مبالغ فيه قوي تحميل بطولة كاملة فقر تهديفي هو التصريحات التصريحات دي الحياة بتعمل كده إثارة وتشوق في 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 كورة القدم خاصة لما بتكون التصريحات مبنية على فاكت بيز يعني الحقيقة آه يعني ما احنا قلنا واحد تمانين هدف مقارنة بأربعة وتسعين هدف في النسخة النسخة اللي فاتت احنا قلنا أنه 14 تعادل احنا وصلنا للرقم القياسي أكبر نسخة شاهد التعادلات كانت 14 طب أنا وصلت 14 بس فضيلي 15 مباراة مش معقول تعادل أكيد الرقم ده قبل الزيادة إذن تصريحات واي نوراني هي it's based on fact فإحنا لما بيكون في حاجة based on fact بيكون فيها يعني آه تصدق آه كده التواب اللي بتعمل إثارة لكن إحنا لو رجعنا للحياة للأرقام آه ده مش كده بس ده أنا عايز أقول لحضرتك وإن إحنا دلوقتي وصلنا لأربع أربع مباريات تعادل سلبي أكبر نسخة في تاريخ أمم أوروبا كانت 1996 صحيح اللي شهدت خمس تعادلات سلبية ده الرقم القياسي في عدد التعدلات السلبية في نسخة واحدة طب أنت دلوقتي أربعة ولسه فضلك خمساشر مباراة خمساشر مباراة فيجوز برضو جدا 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 أنه أنت تتخطى هذا الرقم اللي هو التعدلات السلبية محتاج تعادل واحد بس والنسخة الحالية دي احنا بقول من البرنامج وعشان يبقى الكلام حتى بيستشرف المستابل أنت فضلك تعادل واحد وتبقى البطولة دي عاملت رقم قياسي في عدد التعدلات في نسخة واحدة اللي هيبقى خمساشر تعادل والتعدل ده هيجي فورشور لأن أنت عنده خمساشر مباراة فأنت بتتكلم أيضا على أربع تعادلات سلبية والأربع تعادلات سلبية الرقم القياسي في هذه البطولة في عدد التعدلات السلبية في نسخة واحدة هو خمس تعادلات سلبية وكان في نصف 1996 عندك إيطاليا اللي هي أستاذة ميناء قالت أنه إنجلترا مسجلتش غير هدفين إحنا عندنا إيطاليا اتعدل مرتين على معظون في إيطاليا هي أكثر منتخف في تاريخ أمم وربما تعادل 22 مرة 22 تعادل لإيطاليا فأنت بتتكلم فعلا متخب كمان سيد عبدالعزيز متخب زي فرنسا قوي جدا ومؤهل ومرشح طبعا أنه ياخد بطولة يورا 2024 ما دخلش غير هدفين وكمان الهدفين كان هدف ضربة جزاء وهدف عكسي وهدف عكسي براضو عليه دي كلها ملاحظات بتقول اللي إحنا قناها اللي هو الرقم الأساسي اللي هو بتعضر المجموعات في النسخة الحالية 81 مقارنة مع الفتاة عن فكرة 94 وكان اللي قبله النسخة اللي هي اللي قبلها لأنه دي احنا قلنا انه دي تالت نسخة دي تالت نسخة بنظام اللي 24 منتخب منتخب الرقم اللي كان قابلي كده كان أنا على ما أغزون 91 هدف فما برضو ما كانش الرقم اللي موجود اللي هو 81 اللي هو 81 هذا ده أقل موسم في الثلاث مواسم اللي هي بنظام اللي 24 منتخب بالإضافة للمعطيات اللي حضرت قلتها لي حقائق في وجود لعيبة كبار زي مبابي منتخب فرنسا اللي طبعا وصل لنهائي كأس العالم النسخة الأخيرة في 2022 في قطر كنا موجودين في الملعب كنا اتمنى تكونوا تكونوا معنا لحياة تاجواء رائعة ولن أنسى هذا كأس العالم أنا آسف دايما بقولها فخامة الرئيس لما حضر افتتاح كأس العالم 2022 عشو في قطر طلعنا وقلنا بكل النسخة ستكون أفضل نسخة في تاريخ البطولة لأن السيد الرئيس سيشرف هذه النسخة وقد كان وأنا سعيد جدا بأن أكرم هذه لأن أنا اللي قلتها قلتها في قطر في البرامج قلتها هنا في البرامج المصرية لما كان وقتها يعني في الوقت مباراة تركيا والتشيك عملت رقم قياسي بس رقم قياسي في البطاقات الملونة هي المباراة اللي طلع فيها 19 كرت ملون 17 بطاقة صفرة وبطاقتين حمر متفوقة على آخر بطولة حصلت كانت 2006 كانت البرتغال وهولندا اللي كان فيها 16 بطاقة ملونة أنتو بسيستفزونا 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 الحقيقة أنا بنذكر حصواتنا جميع بسيستفزونا بلاقاوة أولا أنتو عندكو عداد جميل جدا أنا عايز أقول طيب عفل وأنا مالله ما كونش فحضر المعلومة دي لكن الاستفزاز حالو دور المجموعات ده شاهد 153 بطاقة صفراء 153 بطاقة صفراء ده برضو رقم قياسي في تاريخ البطولة كلها لم تتش طبعا 17 بطاقة صفراء في بطولة واحدة ده رقم قياسي في مباراة واحدة في مباراة واحدة سوري رقم قياسي في مباراة واحدة في أي نسخة من نسخة أمم أوروبا المية تلاتة وخمسين اللي احنا بقى بنضيف على الكلام اللي حضرتك قلتيه مية تلاتة وخمسين بطاقة صفراء شاهدتها دور المجموعة اللي هم ستة وثلاثين مباراة في البطاقات الحمراء الحقيقة لسه تحت يعني ما وصلناش الخط الأحمر المقلق لأن 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 أعتقد أنه البطولة دي كلها فيها أربع أربع بطاقات أو تلات بطاقات لحد دلوقتي حمراء في البطولة الرقم القياسي في التادة لسه احنا أظن أنه سبعة مكنتش محضرها برضو لكن أظن أنه سبعة بطاقات مش هنوصل للرقم ده لكن البطاقات الصفراء فعلا ده كان رقم قياسي في المباراة دي وده اللي خلى أنه نوصل إلى 150 ييلو كارد في نسخة واحدة والنسخة لسه أيضا يعني ولسه النسخة لسه النسخة وخمسة لسه عندها خمسة مباراة وخمسة مباراة وخمسة مباراة نكاوت كلهم درد ورد صحيح وبكرة هتنطلق دور الستاشر احنا نتكلم على ألمانيا والدنمارك وسويسرا وإيطاليا الماتشين اللي هنتابعهم وهيتابعهم كل عشاق كرة القدم يورو 2024 مشكرك شكرا جزيلا على المعلومات وعلى الدقة وعلى الأرقام والإحصائيات والرؤية كده المختلفة لتحليلات يورو 2024 نورتنا الأستاذ عبد العزيز أبو حمر ناقد الرياضي والكاتب الصحفي صباح الخير على حضرتك شكرا جزيلا